برلمان شعب مع الحسين شاب وكذلك حالة نوعا ما بين قوسين التشرد من التي عجل عديد من الجمعيات الفاعلة في القضاء المغربي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أليه والصحفي أجمعين شكرا للدعوة أخي وزميلي حسين شكرا للطاقم المرافق له أولا وبدي أدي بدء لابد أن أشير أنني أحضر أمامكم اليوم بصفتي الجمعية بطبيعة الحال وإلا لكنا حضرنا بصفتنا المهنية لكنا ملزمين بحسب القانون القديم بإذن من طرف السيد وزير العدل حسب مقتضاية لمدة 13 أظن من القانون الأساسي إذن فأنا أحضر بهذه الصفة الجمعية كعضو من خريط في نادي قضاء المغرب بخصوص المخاض كما أشرتهم الذي عاشه نادي قضاء المغرب هذه الأيام والدعوة التي أوفعت من طرف مجموعة سميت بمجموعة شرعية وأنا أنتمي طبعا لهذه المجموعة مجموعة شرعية والتي رفعت دعوة بخصوص الجمع العام الذي جاء في سياق سأشرحه الآن سي حسين وهو أنه عندما تم تحين لوائح وشيراء إلى أن عدد القضاء المنخرطين في نادي قضاء المغرب حسب اللوائح هو 1600 قادي إذن فالنصاب يكتمل حسب المدى 123 من القانون الأساسي لنادي قضاء المغرب بالنصف في حالة عدم اكتمال النصاب الفقرة الثانية تقول بأنه لا يكون صحيحا إلى مكتمل النصاب وبأنه يستوجب تأخير الجمع لمدة 15 يوما وبعد ذلك يكون صحيحا بأي آدد حضر لكن أثيرت نقطة من طرف مجموعة من القضاء حتى لا يساء الفهم ويقال بأنه كانت هناك نية مبية لجعل هذا الجمع برغم أنه باطل إلا أبو إلا أن يكون صحيحا وهو أن مجموعة من القضاء اقترحوا أن يكون الجمع العام سيد نفسه الجمع العام يقرر مدم وأعلى هيئة تقريرية في هذه القضاء المغرب يقرر في ذلك الوقت لكن لا أظن أن الجمع العام هو سيد نفسه لأن القانون يعلو ولا يعلق علي نعم لكم عندكم في القانون الأساسي دي الجمعية بأنه لم يكتمش النصاب القانوني فرأى الأمر غير صحيح غير شرح ورغم ذلك ما لم يكتم النصاب القانوني وستمروا فيه كما قلت بأنهم اعتبروا بأن الجمع العام سيد موقيف وسيد موقيفيه وأخذوا بهذه القاعدة برغم أنها فيها خرق سافر للقانون ولم يكتم النصاب فكان البعض يؤكد على أن الجمع العام سيد نفسه والبعض الآخر رفض هذه المسألة أنا كنتم بالمتدخلين أثناء الجمع العام سيحوسين وأثرتموا من الثلاثة وعشرين بأن الجمع العام غير صحيح ولكن ما ترأى بعد ذلك وما جرت بعد ذلك أن القضاء الذين كما قلت أطلق عليهم قضاء الشرحية لجأوا إلى القضاء هذا السمو كم يسترق مغرب هجمعية مهنية قوية بتماسكها الداخلي واحترامها للقانون خلال فمطبع الحال لتنظيمات أخرى ولا يمكن أن نتصور السيحوسين بأن هذا التماسك الداخلي تقولي ناسي مصطفى التماسك داخلي أنا تنسو لك التماسك الداخلي اللي وصلكم المحكمة هذا التماسك السيحوسين عندما لجأنا إلى القضاء فعلا هذا أنا أعتبره قمة التماسك وأردنا لو كان هناك يعني شيء بسيط بيننا أن نلجأ غير قانوني أن نلجأ إلى القضاء عوض أن ننشق وأن نؤسس جمعية أخرى هذا هو الذي لا أعتبره تماسك أما أن أبقى في نادي الذي أسسته والذي عانيت من أجله والذي مكث وأنا صائم بالشمس لمدة قد تناهز 8 ساعات أو 10 ساعات إلى أن أنشئ النادي لأنه أنشئ في يوم من أيام رمضان وفي الشمس الحارة إذن هذا قمة التماسك سي حسين هو أننا لجأنا إلى القضاء لأننا لا نتقى في قضائنا وبالتالي فقد أصدر القضاء حكمه بتجميد الأجهزة وأصدر الحكم الثاني بالبطلان إذن هنا سي حسين أقول بأن الفرقة كلهم داخل النادي الآن كانت واحد المحاولات تجري بين الطرفين بين الطرف الذي هو يسمى مجموعة الشرعية وبين الطرف الذي أبأ إلا أن يستمر في النادي بالرغم من أن كانت محاولات لصد كانت محاولات للم الشمل ورأب هذا الصدع الذي أقول هو مجرد صدع وكما تعلمه سي حسين جمعية نادي قضاء المغرب فشلت المحاولات سأجيبك هو جمعية فتية نعم في بدايتها لكل بداية دهشة ولكل بداية أخطاء هذا أمر عادي لا يمكن أن يبدأ نادي قضاء المغرب بنوع لا يكون فيه دهشة لا تكون فيه أخطاء وقد أعتبرها أخطاء ممكن تجاوزها ممكن إصلاحها ممكن تدارقها وبالتالي فإننا تمسكنا وأبينا إلا أن نلجأ إلى حماية هذا النادي عن طريق الشرعية الشرعية هي اللجوء إلى القضاء القضاء عندما يصدر حكمه فهذا ليس معناه أن هناك انشقاق بقدر ما معناه أن هناك سمو في الأخلاق من طرف قضاء الشرعية الذين أبوا كما قلت إلا أن يلجأوا إلى القضاء لثقتهم في القضاء ولثقتهم في نزاهة القضاء وفي كفاءة القضاء المغربي فقلت أجمع الفرق داخل النادي أجمع الأعتبار الوحدة والشرعية خط أحمر لا يمكن بالتالي تجاوزهما أو القفز عليهما وكانت محاولات عديدة لرأب الصدع كما سألتموني الآن سيحوسين آخر هذه المحاولات كانت يوم الجمعة يوم الجمعة الماضية كانت هناك لجنة الحوار التي انبثقت من مجموعة قضاء الشرعية وتحاولوا بطبيعة حال أظن تحاولوا مع القضاء الذين حكمت المحكمة ببطلان أجهزتهم بعض القضاء من الأجهزة السابقة التي أعتبروا بأنها بطلة بطبيعة حال وخلصوا إلى حل وسط سيعرضوا بطبيعة حال في اجتماع مقبل سيكون يوم السبت المقبل بإذن الله بمدينة فاس كان هناك اجتماع سابق بمنينة دار بيضاء حوالي أربعة أسابيع كان اجتماع سابق بمنينة دار بيضاء حضره أزيد من ستين قادي من جميع أنحاء المملكة والآن سيكون اجتماع لاحق وقررنا هذا الاجتماع في الاجتماع الأول على أساس أننا فوفدنا لجنة للحوار المصغرة من هؤلاء الستين الذين حضروا لتتحاور مع الجهة الأخرى ولنمد يدنا إليهم ولنقول لهم ونقول للرأي العام بأن نادي قوضة المغرب لا زال موجودا نادي قوضة المغرب لا زال قويا وبأن قوضته يضع أيديهم في أيدي البعض ولا ينشقوا ولا يتفرقوا بطبيعة الحال أنا بخمع أكفة النقطة سيم سطفا وأنكم جمعت يوم الجمعة الماضية في إطار اللي بغينا نسميه إطار توافقي إطار توافقي باش أنكم تلقوا واحد السيغة تلقوا واحد الآلية لرأبي السادع كيف مقلته مصطفا كيفاش تتشوف قراءتك أنكم جمعتوا يوم الجمعة لرأبي السادع في إطار توافقي يوم السبت ما يسمى بالمكتب تنفيدي المكلف بتسير الأشغال تصدر بايا شكرا سيحوسين على هذا السؤال الذي أعتبره بأنه في محله هو نقطة مفصلية أن هناك نوع من الارتجالية ولا أظن بأن الارتجالية كانت بالنسبة للقوضات الشرعية لأنهم أبدوا حسن نيتهم نحن السيحوسين لجأنا إلى القضاء حكمت المحكمة لصالحين بتجميد الأجهزة بعدما حكمت المحكمة بتجميد الأجهزة سأقول لك ربما ما لا تعلمه كان هناك اجتماع للمكتب التنفيدي السابق بعدما صدر حكم بتجميد اجتمع المكتب التنفيدي السابق هو مجمد نعم واجتمع اللي يوضيف تعديلا في القانون الداخلي في القانون الداخلي ماذا يقول هذا التعديل بأنه يسند المهام للمكتب السابق هذا أعتبره امتداد للبطلان نعم امتداد للشرعية وممكن نقوله عدم احترام لمنطوق حكم ممكن أن نقول ذلك سيحوسين صعب أن قادم احترام مش منطق حكم لا يمكن أن نتحايل على القضاء وعلى القانون لأننا سنكرس هذه القاعدة للمواطن العمومي ونقول له انظر كيف يتعامل القضاء مع الأحكام القضائية يصدر قضاء حكما ويلتجئون لأنهم قضاء شرعية فيأتي الطرف الآخر ويلفوا على الحكم من الجهة الأخرى ويصدر بيانا هذا البيان سيحوسين أنا أقول بأنه لا يمثل إلا من صدر منه هذا البيان لا يمثل إلا مجموعة قليلة من بين هذه المجموعة القليلة الذين صدروا منه حضر في المكتب سيحوسين ستة قضاء المكتب يتكون من حضر قادي ولم يحضر إلا ستة وهناك من تبرأ أصلا من التعديل الذي خول للمكتب حق تسير واعتبر بأن ذلك التعديل فيه مخالفة خارقة للقانون وبأن ذلك التعديل جاء لشخصنات الأمر أصبح النادي شخصاني أصبحنا نشخصين ونقوم بتعديل القانون على هوانا كيف مبغي نحن عدلنا القانون باش ننسيره إذن هذا تشبت بالكرسي بطريقة باطلة وبطريقة غير حضارية هذا خطير يصدر عن قاضي لا يجب أن يرضو يجب أن يكون السلوكنا يعبر عن مستوانا نحن قضاء نحكم باسم جلالة الملك ويجب أن نحترم نحن أولا قضاءنا وأن نحترم أن نحترم أحكامنا ليحترمها الغير يجب أن نكون قضوة حسنة وليس قضوة سيئة إذن كما قلت هذا البيان أنا أعتبر ما جاء فيه محتوى هذا البيان البيان في حديدتي ومحتوى أنا أعتبر بأنه لا يمثل إلا من صدر عنه ولا يمثل إلا قلة هؤلاء الذين اجتمعوا ومعهم قلة قليلة من القضاء الذين أقر بأن كان عليهم لا يلجأوا إلى هذا الاحتيال وأن هذه الوسائل التي أعتبر بأن فيها نوع من سؤنية واستمرار للبطلان واستمرار للشرعية إذا ما احتواه البيان أربما سؤالك كان غي جيفة صدد ما احتواه البيان سيحسين أمر عادي أنا عندما أقول لك بأن الذي أصدر البيان هو لا أقول مكتب هو جهة من أصدر البيان جهة غير قانونية جهة غير شرعية بالتالي ماذا سيحتوي البيان ما كقاعدة تقول ما بني على باطل فهو باطل ما سيحتويه البيان هو امتداد للشرعية وامتداد للبطلان وهذا ليس فيه قضح لإخواننا الذين وردوا في البيان الملحقي القضائي ومسألة التنقيط ومسألة أمتياج شخص عن آخر عن طريق الانتماء الجمعوي قيل هذا الأمر بشكل كثير ولكن الحقيقة هو أن إخواننا الملحقي نحترمهم ونمكن لهم التقدير والاحترام ولكن لا يجب أن نمارس معهم الشعبوية ما مرس في البيان هو شعبوية أن نتعامل معهم بحسن نية الذين احتلوا روتب الأولى يستحقونها الذين احتلوا غير ذلك يستحقونها إذا كانت هناك بعض إخلالات القليلة والخفيفة فلا يمكنوا أن نقيس عليها لأن الاستثناء لا يقاس عليها نعم إذن تشوفوا البيان السيمسطفى بأنه بيان شعبوي نعم بيان شعبوي نعم سيمسطفى الآن إحنا أمام هذه الصورة غريبة نوعا ما هذه الصورة شنا هي هو أن هناك قضاء هناك مؤسسة قضائية تصدر حكما تصدر حكما جوجي الأحكام حكم بالتجميد وحكم بالبطلان تنجيو النادي القضاء التي صدرت في حقي هذه الأحكام تلقوا بأن العمل يستمر تحت ما يسمى بالمكتب تنفيذ المكلب بتسهيل الأشغال تصدر بيانات هذا المكتب هذا قبل ما يكون البطلان من اللي كانت جميد هذ الناس بغاو يعدلو تلقانون داخل الجمعية قبل يصدر الحكم البطلان نعم هذا بين قوسين إلا كانت المصطلح صحيح تعنت هذ الناس ضدا في القانون مشي فيكم يعني هذا بالنسبة لي كالصحفي تنشوف هو تعنت ضدا في القانون مشي في افتيار الشرعي ولا الإصلاحي ولا كما سمتون نفسكم ولكن ضدا في القانون أنتم تقولون أبدا لا يمكن أن نمشي في هذا المصار وأن نسير في هذا المصار إلا بماذا إلا بوضع هياكل جديدة ووضع هياكل قادرة على تحمل المسؤولية ما تخدم مصلحة للنادي والقاضي هذا الشد الأخذ ما تدنش بأن واحد تعنت أمام القضاء سيحسين أنا لا أطلب منه أن يردخلي طالباتي ولكن ما شيء سيحسين يردخ يدير معك التوافق نخلي وتوافق التوافق هو أمر طريحة على أساس كما قلت لكم للحفاظ على على النادي طريحة التوافق تماما للحفاظ على النادي وخرج البيان سبت طريحة تمام إذن هذا في نظارك سيحسين على ماذا يذل وكان من بين الذين حضروا في الاجتماع يوم الجمعة قاعد يحضروا في الاجتماع يوم الجمعة وتعهد مع القضاء بأنه رأىها غادي يوقع واحد التوافق وكيحضروا في المكتب التنفيدي يوم السبت وكيستدر دايان ما معنى هذا معنى هذا أن نقدروا نقولوا أن الناس كتلعب على الحبلين أنا عندي وجهنا وعندي وجهنا أنا كان أعطيه لهذه صورة كان أعطيه لهذه الصورة هذا لا يجوز كما قلتم سيح حسين نحن أولا أول من يجب أن يحترم القضاء وأحكام القضاء هم نحن القضاء صدر حكم بالبطلان بالتجميل احترام كامل الاحترام كامل هذا الحكم حتى نعطي القدوة للمواطن الهادي هذا تركنا للمواطن الهادي عندما يصدر حكم وأقوم وأنا بعد صدر الحكم بتعديل قانون الداخلي حتى أسير يعني هذا النادي هجل تسير من اللي أنت بغي تسيره صدر الحكم دي الجميل بقي ما صدرش الحكم دي البطلان انتوافقه بقي ما صدرش الحكم انتوافقه واندي مواحد الصيغة الوافقية واندي وجمعه وإحنا قدين الغرض دينا نعم نعم هنا ما تتبعني شليك ضرورة لإنشاقة لا والله العظيم سيح حسين أقوله ده وإذا سيم سطفان نكونوا واقعيين ومنطقيين هذ الناس هذو حتى الأحكام الأقضائية ملتزموش بها يك التوافق درتو نرج جمعه درتو جلسة توافقية يوم سلسطر بيان تعنو تآخر هذ التعنو التاليم زي يبقى ما تبنش لكم بأن الانشقاق حل السيح حسين احنا ما زلنا ما دين الديناء وتنقولوا بأن ما فيهم الخير ورغا ديني يرجعون ان شاء الله على هد 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 سلوك هد الميستار الغير الشرعية والباطلة اللي هما غادين فيها هذا المكتب المؤقت لن أسميه مكتب تنفيدي وهو مكتب مؤقت يسيب لا يسيب النادي يسيب نفسه ويسيب ما يحلو له إذن أنا أقول السيح حسين بأننا لازمنا نمد أيدينا من خلال هذا البرنامج أوجه دعوة لقضاء النادي للم الشملي والحفاظ على وحدة نادينا لأنه قوي بتضامننا قوي بوحدتنا قوي بعدم خرقنا للقانون قوي باحترامنا للشرعية قوي باحترامنا للأحكام الصادرة عن القضاء لأن المرحلة المقبلة الخطوة المقبلة لي لا نقاش فيها منطقية جدا هو أنه ستعاد انتخابات وتشكيل أجهزة جديدة في النادي حسب منطق الحكم حسب التوافق حسب أي شي مهم لي لابد منه والآن باش ما يتبقاش الأخذ والرد هو أنكم ديروا واحد لأجهزة بغي نسولك واحد سؤال الآن وقعات احنا ما نطعنوش في التنقلات وما نقلوش نقشوش تنقلات اللي صدرت على المجلس أعلى للقضاء ولكن وقعات تنقلات كان الناس مشيءوا بعيدو ولكن تم ترقيتهم ونقلوهم إلى مكان بعيد وكانوا ناس فاعلين في نادي القضاء المغرب هذه التنقلات كيف تشوفها وتأثيرها على الانتخابات المقبلة في نادي القضاء المغرب واش غادي تضرب بزاف النادي واش الكفاءات يمشي واش تشوف كفاءات يمشي واشنو لقيراتك لهذه التنقلات نعم سيحوسين بالنسبة للتنقلات لا أظن كانت فاد الدورة دي هذا المجلس هذا بالنسبة للتنقلات اللي هضرت عليها اللي طالت بعض أجهزة النادي أنا ما أعرفه فالدورة المجلس كان واحد النصيب للنادي في المسؤوليات وهذا النصيب جاء عن جذر واستحقاق بطبيعة الحال أما بالنسبة للتنقلات فأظن بأنها كانت في دورات سابقة فعلا طالت بعد أجهزة المؤسسة لنادي قضاء المغرب وتم أبعادهم بمسافات طويلة وتمت هذه القراءة بأن فيها نوع من إضعاف لنادي قضاء المغرب ربما فيها نوع من الإبعاد حتى عن انتخابات المقبلة ربما يقال هذا الأمر لكن لا يمكن أن نجزم بأن المجلس الأعلى لسلطة القضائية كان حسب تعذيركم أنه يحاول أن ينتقم مثلا من قضاء النادي بتشردم النادي أولى بإبعادهم عن الانتخابات قضاء المجلس هو ممعايا نعم حتى نوضي للأمور حقها ونقول ما قلناه ونعيد ما قلناه ونحن أنا كأيلمين لم أطعن بتاتا في تنقلات وما صدر عن المجلس أعلى للقضاء ولما أقول بتاتا بأن هذا الأمر راه نية المبيات لا أبدا ولكن قراءة كقراءة وش هذه التنقلات ستؤتع لا أظن أنها ستؤتع سي حسين لأن قوضات النادي كما قلت لك السي حسين هم أقوية بناديهم بنادي قوضات المغرب فأينما وجد وأينما نقل القادي يجب أن يشتغل نعم أينما نقل يجب أن يشتغل أي قادي لابد أن تجد في مصاره القضاء أنه مر على أزيد من ثلاث مدن أو أربعة مدن وهذا بطبع الحال بخلاف باقي المهن الأخرى يتوظف المرأة ويستقر في المدينة ويمكث فيها بطبع الحال إلى أن يتقعد في حين أن القضاء ممكن أن نعتبر بأن نقله بغير طالب هو أمر غير قانوني لأن لا ينقل القادي بطالب بركي نادف قانون دينا إذن عندما ينقل بدون طالب فقد مست بحق من حقوقه المنصوص عليها قانونا ولكن لا تكون هناك كما قلتم سي حسين بأن هناك نية ربما لي سدي فراغ أو لا كانت محاكم شاغرة ملؤها ولكن مع ذلك أقول بأنها غير قانوني أن ينقل القادي بدون طالب فهو غير قانوني نعم غدير رجعو غدير رجعو غدير نقش هذه القضية دينا أن ينقل القادي بدون طالب وخاص أمور ضرورة مراجعة الوضعية الاجتماعية والعائلية والجغرافي إلى آخر عادة بش ممكن نشوفه في تنقلات غدير رجعو وسنعود ونواصل معكم برلمان الشعب مباشرة على الشديفهم وقفنا السيمسطفى عند التنقلات وقلت بأن التنقلات مادم لم تقضع لي طالب فهي غير قانونية أنت تشوف بأن تنقلات غير قانونية هذا نفتحه قوس وانسدو إن شاء الله بسرعة هذا سيؤثر بطبيع الحال على مصار القاضي على العمل القاضي والمرضودية القاضي أكيد سيحسين عندما ينقل القاضي بدون طالب وبطبيعة الحال كما قلت بأن لا ينقل القاضي إلا بما أنها طالبه كما ورد في قانون فعندما ينقل لا شك أنه يؤثر على مصاريه إذا علمنا أن أغربية القضاة لهم أولاد لهم امتزامات عائلية الأولاد يكونوا مسجلون في مدارس تابعة للمدن التي اشتغل فيها في الفترة الأولى ثم ينقل قد ينقلوا للنيابة العامة وليس للرئاسة القاضي في نيابة العامة يشتغل إلزامي من الأثنين والجمعة وربما يفوض له أمر الاشتغال في المدومة يومي السبت والأعاد قد تكون المدينة بعيدة بمئات الكيلومترات عن الأولاد عن الزوجة ربما يكون هو الذي يعيل والدين كبيرين ومتقدمين في السن لا يأخذ كل هذا بعين الاعتبار وقد تعرض مجموعة من القضاء لحوادث سير خطرة منهم من أودت حوادث بالروح وإزهاق روحه بحادثة سير أثناء مواكبتهم لهذه الطرقات وكما سابق وقلت هذا الأمر لا يشمل إلا القضاء ولا يشمل وظائف أخرى مما أعتبر أن فيه فعلا مس بعطاء القادي يعني نفسيته لن تكون كما هو الشأن بالنسبة للقادي الذي ينقل بناء المدينة التي يرغب في الاشتغال إليها قد يؤثر سلبيا أيضا على عمله داخل المحكمة التي نقل إليها وهذه الأمور تعرف المجلس أهل القضاء وتعرف قضاء المجلس أهل القضاء ناس عارفين بأن هذا الوضع يؤثر نفسيا ويؤثر على العمل القادم الذي تم تنقله بدون طلبه بعده على ولداته وولدي إلى آخره والعديد من الأشياء فهذا تعيش واحد الضغط نفسي وهذا الضغط نفسي تأثر على العمل هذا الشيء العرفين وهذه الناس ولكن لماذا رغم ذلك عارفين وعارفين تأثير سلبي لهذا التنقل بدون طلب فينقلون السيحوسين الحقيقة يجب أن نقولها في حق أي أهد أنا سبق وقلت بأن هذه الانتقالات لا تكون إلا قليلة وقليلة جدا وبطبيعة الحال ربما قد تكون لسد خصاص في محكمة من المحاكم يضطر قضاة المجلس الأعلى لسد هذا الفراغ وهذا الخصاص عن طريق نقل القضاة بدون أطلب للتسوي في العمل بين المحاكم والاستثناء بطبيعة الحال لا يقاس عليه لأن الأصل يجب أن نسمي الأمم بمسميتها في الدورة السابقة تم تنقيل القضاة حسب المحاكم التي طلبوا بنسبة عالية جدا ولا يجب أن ننكر هذا الجميل لقضاة المجلس طبيعة الحال نعم إن شاء الله سيكون معنا بعد قليل سيد نوردين الرياحي رئيس رابطة قضاة المغرب ناخده بين قوسين ربما نكون غالط أنا في التعبير تشردم الجمعيات الفاعلة أو بعض الجمعيات الفاعلة في جسم القضاء من متين نادي قضاة المغرب رابطة قضاة المغرب التي انشقت على الودادية الحسنية مهم على أين سنناقش معكم مع سينوردين الرياحي كذلك سيم سطفا كيف تشوف الآن هذا الوضع الذي يعيش الجمعيات الفاعلة داخل القضاء المغربي خاصة الجمعية ديالكم نادي قضاة المغرب وكذلك الودادية الحسنية لقضاة المغرب كيف كيف هل تشوف أسي مستفى أنتم عندكم مخضع عندكم أحكام قضائية هدية تعنات هدية هدية تقول احنا الشرعية دار مكتب تنفيذي مكلب تسير الأشغال صدر بايان في ظل وجود أحكام بالبطلان الودادية الحسنية كانت محاولة لرأب الصدع من طرف أشخاص وقضاة فما توفقوش فخرجوا داروا وانشقوا داروا رابطة قضاة المغرب التي ترأس نوردين الرياحي هدى الأمور رأى تأثر بطبيعة الحالة على القضاة وعلى القضاء بالمغرب سيحوسي لا شك أن هذا النوع من المخاض الذي تعيش وهذه الجمعيات سواء جمعياتنا للقضاة المغرب بخصوص الدعوة التي رفعتها بتجميد والدعوة الثانية بالبطلان وبخصوص الودادية الحسنية للقضاة كما قلتم أنه بعدما أعلن عن نتائج الانتخابات الأخيرة قام السينوردين الرياحي بإنشاء جمعية ثانية أنا لا أريد أن أخوض في هذا الشأن لأن هذا الشأن يخص الودادية ويخص الرابطة ولا حق لي في التدخل في شأن الداخلي أما في شأن الداخلي الجماعوي فقد قلت وصبق أن أجبته السيحسين بأن هذا في نظري لا يؤدي إلى تشردم بل إن لجوء إلى القضاء السينوردين أعتبره أنه شكل من الأشكال الكبيرة التي هم جمعية المهنية ويمكن اعتباره درسا جديدا أتمنى أن يستلهم منه من معانيه العميقة جميع الفرقاء سواء في الحقل السياسي أو المدني وذلك بالاحتدار به ولا ينبغي أن يفضي هذا إلى الانشقاق فاحترام القضاء بطبيعة الحال هو تعبير عن التمدن ونحن لجأنا إلى القضاء واحترمنا القضاء نعم ومشيته في التمدن نعم نخذ سينوردين الرياحي اللي هو رئيس رابطة قضاء المغرب سينوردين مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة شكرا جديدا الله يبارك فيك أنتما سينوردين بعدما وصلت إلى لا توافق مع بعض قضاء الودادية الحسنية فارتأيت أنكم ادروا جمعية جديدة اللي هي رابطة قضاء المغرب ومن خلالها أنكم تبديوا الأراء ديالكم وديروا القناعات وجسدوا القناعات ديالكم داخل منظومة العدلة بالمغرب سينوردين واقع الحال الآن باش نكونوا موضوعيين مع المواطن المغربي مع الرأي العام واقع الحال الآن في الجمعيات داخل القضاء اللي خصها تكون جمعيات تحسيسية تكون جمعيات تترقى بمستوى القضاء تكون جمعيات تساهم في الرفع من الشفافية والنزاهة والمصداقية داخل القضاء تكون جمعيات فاعلة في الحوار من أجل عدالة بغيها الجميع تكون جمعيات تدافع عن القاضي تكون جمعيات تترقب مستوى القاضي للمادي للجماعي للنفسي إلى آخره ولكن الواقع الحال الآن هو كين شد الحبل في نادي القضاة وكين شد الحبل ما بين الودادية ورابطة قضاة المغرب وشهادي ظاهرة صحية في نظاركم بسم الله الرحمن الرحيم أولا تحية لأستاذ حسين ولبرنامجه المتعلق والذي بشدائف أم والذي يشرك يعني العام الوطني على طريق الأثير في مشاكل القضاء التي أصبحك ليوم شائع المجتمعي وتحية كذلك للزميل سيد نائب الرئيس الأستاذ صدقي والعضو يعني يعني نادي قضاة المغرب وشكرا لكم على مشاركة رابطة قضاة المغرب في هذا الحوار المناء الذي يتبعه المغرب أولا فيما يتعلق بما يهبر عليه اليوم بالتشردم وبالانشقاك وبهذه الأمور يجب أن نترفع لها لماذا؟ أولا يجب أن نرجع إلى المسار التاريخي يعني هذا الشيء اللي قد ننسوش بأن القضاة في سنة 1961 هم أول من إنشاؤوا جمعية في النوع أنا ذاك رابطة قضاة المغرب يعني 1861 يوم ما كان البعض مننا لم يكن في الموجود أو البعض مننا كان نزل تكلاس فغيرة كان هناك القضاة الأول من تدعوه العمل الجمعوي يعني أن العمل اليوم ووصوله إلى هذه الدرجة اليوم من يعني اختلاف الرأي الذي هو رحمة ومن اختلاف الآدات التي هي رحمة وجاء نتيجة مدران للقضاة منذ عقود كبيرة من الزمن تانيا يجب أن لا ننسى بأنها إرادة ملكية لجلالة الملك محمد الثالث ما صلى الله والتي تجسدت في دسور 2011 لأنه لو ندسور 2011 لما كنا معاك لنا ولا زميلي اليوم هذا الأثير نعم جلالة الملك محمد الثالث ما صلى الله أراد أن يكون القضاء سلطة أن تكون هناك جمعيات مهانية أن تدلي هذه الجمعيات المهانية بإرادة حرة في الشأن القضائي مهما اختلفنا ومهما تعددت الجمعيات فكلها تصب في مسألة وعيدة وهي استقلال القضاء وهي الأهداف النبيلة للوضع القضائي على أن نصلح القضاء سنردين ما تتشوفوش معايا مهم راي قدر يخلني التعبير فقدوا الشيء لا يعطيه تطالبون باستقلالية القضاء وأنتم تتعيش مخاض عسير بناتكم احترامي لكم بطبيعة الحال هذه نحن نعتبرها دائرة صحية والدليل أغطيه للأرقام نعم إذا جمعت القضاء الويدادية والقضاء النادي حتى الآخر أرقام الانتخاب غالي تلقع ألفين ورمية قادمة شاركت في الويدادية وفي النادي إذن فينا يريك الألفين أخرى دائرة القضاء مهم كنا هي لأننا باقي نحتاجين لجمعيات أخرى لتسأطر هذه القضاء نحن بنخذ الأرقام الرسمية لا ديال الويدادية ولا ديال النادي وغالي اللي جمعناهم بجوج غالي لقوا هذا الرقم هذا الرقم اللي من ناك اللي بشاو ودلاو بالانتخاب ترى القضاء والقوضات باقي لحد الآن محتاجين لتأطيرات جمعوية اللي تجمعهم نعم ومع احترامي الزملائي في النادي واحترامي الزملائي في الويدادية واحترامي الزملائي في الرابطة أنا تنشو بأنه المستقبل غادي يكون مستقبل زاهر للقضاء المغربي إن شاء لماذا؟ لأنه ما تنساش بأنه بعض الدول سبقتنا لهذه المخاضات ولكن في الأخير نشأو كون فيديرال ياس أو فيديرال ياس جمعات جميع الجمعيات لأن الأهداف جمعيات واحدة الأهداف ديالها واحدة وهي الرقم المستوى القضائي هو الدفاع عن مصالح القضاء اليوم قد ينقول لك كنا واحد ظاهرة صحية وحضرت لها مرارا وتكرارا منذ دستور 2011 وما عشتاش قبل 2011 وهو أن السيد وزير العدل تستعي جميع الجمعيات ويأخذ وجهة نظر دياله هذي ظاهرة صحية قبل ما كانوا يستعي جمعه مع يعني الفعاليات اللي عند الأمور المساعدة اليوم أي قانون أي يعني ستحرك تدنسل قضاء تيجي السيد الوزير وتعيط عن الجمعيات وتستامع لهم وتيأخذ وجهة نظرهم وهذه تعدادها تعتبرها بأنه على اختلاف الجمعيات وعلى اختلاف وجهة نظرها ولكن ظاهرة صحية تعمل مع شأن القضاء نعم طيب نوردين الرياحي بقى معي أن تجيب السؤال سيم سطفا رزقى رغم أن الوقت تزاح منه سيم سطفا الآن نوردين الرياحي تقول ظاهرة صحية ثم من قبل قلت بأن ظاهرة صحية كذلك أنا حسب دراسي للأمور وللمعطيات اللي بين الدين أنا ما تنحكمش بأن ظاهرة صحية وغير صحية ولكن أنا أقول بأنكم كنتوا في اختلاف وصل إلى درجات الخلاف أنا بالنسبة لي كيف فهمت الأمر بأن ملي تتوصل المحكمة هذا خلاف ماشي اختلاف اختلاف سيربأ صدعه الداخل ما تتوصلوش المحكمة ما تتقلبوش على طرف آخر لفك لكم المشكل بالنسبة مثلا رابطة القضاة المغرب أنه وقعوا الاختلاف وصل إلى الخلاف داخل الودادة الحسنية فكان انشقاق وكانت رابطة قضاة المغرب هذه الأمور هذه رتدل على شيء وحد هو بأنكم أفكاركم وآراءكم وقناعتكم ربما تختلف وإلا كنت تتبقوا في جسم واحد هذا غادي ضر بالمطالب ديلكم سيحوسين أنا لا أظن ذلك فالنقطة الأولى المتعلقة بالتعدد الجمعوي في مرحلة أولى انتقالية يبقى مهمة لكون أغلب القضاة والاعتبارات مهنية وشخصية ولكثرة المهام المسندة إليهم فبالتالي لم يكن لهم متسع من الوقت للعمل الجمعوي التعددية الجمعوية بطبعها ليست حكما على المشهر القضائي المغربي سيحوسين بل هي ظاهرة وموجودة حتى في فرنسا التي أظن أن عندهم أزيد من عشر جمعيات يعلموا الجمعية وإلى كانت هذه الجمعيات تشتغلوا من أجل مصلحة القاضي وتوحيد الرؤى فيما بينها فالتعدد على هذا النحو يكون مفيد ويكون ظاهرة صحية وقد تحقق هذا على أمر على أرض الواقع في قضية ليست بعيدة عنها منذ حوالي شهر تعرضت قضية بمحكمة سينف بالدرع لإهانات من طرف أحد المحامون المعروفة هناك أستاذ قادية في محكمة في محكمة إيجابية أستاذ سويكي هذه نموذج لأن تعدد الجمعيات ليس سلبي بقدر ما هو إيجابي إذا كانت هذه التعددية هدفها مصلحة القاضي ومصلحة السلطة القضائية ولا شخصنا في الأمر بطبيعة الحال بالنسبة للنقطة الثانية التي أجبت عليها أكثر من مرس حسين المتعلقة بأن لجؤنا إلى القضاء معناه أن هناك انشقاق يا أخي قد يصل الزوج وزوجته إلى المحكمة في مستراء تتعلق بالتطلاق للشقاق أو الطلاق والرابطة الزوجية هي رابطة قدسية وأقدس وأسمى من جمعية مهانية ويصلون إلى القضاء ويتم الصلح فيما بينهما ويتصالح ويجمع الشمل فكيف بنا نحن في جمعية مهانية لماذا نتفائل على هذا النعدي بأنه لن يجمع شمله سيجمع الشمل سيحسين إلا أسمح لي واش غادي مقول كلمة أخيرة وننصر هذا لا أنا أنا بغير نلقف لأنه الصلح ماشي هو الحكم فرق كبير أن القاضي تصلح باقي ما صدر الحكم أما لا صدر الحكم ما فقل صلح أصدر الحكم ونجمع وشمل أصدر الحكم غير بالنسبة لواحد من النقطة كانت شكلات علينا وكان وقع فيها خلاف ماشي صدر حكم بأن احنا يرى من شقين أو من قاسمين سيحسين إلا اكتغاطين كلمة أخيرا ندير تفضل 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 من بعد ناخدوا الكلمة من حد مرضي رياحي هنا في الأخير في الأخير أنا من هذا المنظر أدعو إخواننا في نادي قضاة المغرب للمي الشمل والتسامح فيما بيننا وأن نضع أيدينا في أيدي البعض كما يعلم الجميع أن نادي قضاة المغرب هو جمعية مهنية قوية بما تحمله الكلمة من معنى نادي قضاة المغرب بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هذه الجمعية الفتية تم نضال كبير من أجل الزيادة في أجور القضاة وإن كانت الزيادة لم تكن في المستوى الذي يتطلعه القضاة ولكن كما كان الحال فهي الزيادة نقول عنها بأنها مهمة بفضل الله سبحانه وتعالى وأطلب وأرجق وأتوسل من إخواني القضاة في ربوع المملكة توخي العدل ليس فقط في الأحكام لأن آية قرآنية كلما قرأتها أثرت وأعجبت بها وهو أن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قرضا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون إذن مطلوب من العدل حتى في القول وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أختم به يقول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم إمام عادل وفي شرح هذه السبع ورد في مجلدين للدكتور السيد الأفاني شرح هذا الحديث في مجلدين وأورد كلمة سبعة أنها تتضمن عدة أمور سبع سماوات سبع أراضي سبعة يظلهم الله بظله وإلى غير ذلك قال في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إمام عادل وفي شرح الإمام العادل يدخل القادي وشكرا لزميلي وأخي الحسين ويتمنى لك التألق في هذا المرنمج شكرا جزيلا وأطلب الله أن يزيدكم نورا على نور الله يبرك فيك شكرا مصطفى ريسقين نمشي ناخد الكلمة الأخيرة من السيد نوردين ريحي رئيس رابطات قضاء المغرب سيد نوردين شكرا لكم ودعاونا للتوفيق لزملائنا ولكن تتأكد بأننا قضاء رابطات المغرب لتتبعون الشأن القضاء وكذلك من جملة الأهداف اللي كان منصوص عليها في النورد هو لمش من القضاء يعني الناس مخصوش يتخوف نهائيا وللرأيه العام بأن القضاء ردروا جمعيات أو أنهم تدافعوا في إطار الجمعيات راها الجمعيات تدافعوا لها القضاء مش يدعون فقط لأنهم اللي تسمو العمل القضائي وتنعطيوا القضاء الاكتفاء الذاتي المادي وتنعطيوا القضاء الاكتفاء المعناوي وتنعطيوا القضاء الضمان الأساسية ديالهم اللي كانت صعدت دوسر اللي الضمان للثقل اللي هو جلالة المالك محمد السادس صلى الله راميلي تنعطيوا القضاء تشير حتى نتنخدم المواطن المغربي لأن هذا المواطن المغربي يخصوه مش اللي بحكامه وأي محكامة كان جميع المغربي ويشعر لأنه هذا القادي اللي غادي يعطيه القرار أو غادي يعطيه الحكم أو غادي يعطيه رهو قرار عادي هذا هو رهو الخدمة ليل القادي رهي خدمة ديال المواطن لأن جلالة المالك أراد أن يكون القضاء في خدمة المواطن نعم إحنا هذه المهمة اللي تنقوم بها رعير نيابة على القادي الأول خصوة نكون في الموت السوى يعني حتى هذه الخلافات الجمعوية يجب أن نترفع عليها لأن الهدف ديالنا الأساسي هو الخدمة جعل القضاء في خدمة المواطن لهذا وانتم حسين اللي تتعيط على القوضات في هذا البرمام راكم تتخدمون المواطن شكرا هذا واجب بأنه يعرف منهار اللي سيكون مستوى القادي عندك شفاء ذاتي را سيعطي أكثر منهار اللي سيكون القادي موليم يعني بالمهنة دياله أصليعي را سيعطي منهار اللي سيكون القادي ما تخاف يعني مني تقول مستقيم أنه ما تخاف إلا من الله ومن ضمير دياله على وطالع من اللي تعطي هذا القرار أو هذا الحكم نعم هذا هو الاستقلال سينوردين نعم سينوردين سينوردين سترفع الجلسة سترفع شكرا جزيلا شكرا 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 نوردين رياحي رئيس رابطة قضاة المغرب كنت معنا عبر الهاتف مباشرة شكرا مصطفى رزق نائب رئيس المحكمة الابتدائية بن محمد عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب سابقا شكرا كما لك معي في الإخراج شكرا مسمعين الكرام يتجدد الموعد غدا إن شاء الله في برلمان الشعب مباشرة على الشباب حسين تحييكم إلى اللقاء برلمان الشعب مع الحسين شاب